استضاف قسم الجراحة في مستشفى الجهراء طبيب ألماني زائر وقام بإجراء سلسلة من العمليات الجراحية الكبرى والمعقدة لاستئصال أورام سرطانية في القلون باستخدام تقنية المنظار نعم تأتي هذه الجهود في طال مشروع لطباء زوار الذي يحظى باهتمام بالغ وعميق من قبل المنظومة الصحية لتقديم أفضل خدمات طبية وتطوير القدرات الجراحية من خلال تبادل الخبرات وتوفير رعاية الصحية المتخصصة للمرضى رحلة استمرت وتستمر لتحقيق الأمل والتغيير الإيجابي في حياة المرضى مشروع الأطباء الزوار لم يكن مجرد وعد عبر بل تجسيدا للتفاني والعمل الجاد رحلة ممتدة توقفنا عند محطة مستشفى الجهراء باستضافته لطبيب زائر من ألمانيا لإجراء عمليات جراحية كبرى تأتي هذه الزيارة إلى دولة الكويت الشقيقة في ضمن مشروع الأطباء الزوار في ورشة عمل لجراحة المنظير لاستئصال الأورام السرطانية للقلون أنا أعتبر أنه مثل هذه الزيارات وهذه ورشات العمل هذه تنمي التعاون بين الجراحين بحرفية فائقة وبتركيز متناهن قام الطبيب الزائر بإجراء أكثر من عشرة عمليات جراحية معقدة خلال عشرة أيام تتمحور حول استئصال أورام سرطانية بواسطة المنظر بحضور أنام الجراحين من الكوادر الوطنية منها استئصال أورام سرطانية للقلون كان في بعض المرضى قمنا بإجراء عمليات أيضاً بالمنظر لإستئصال أقسام من القلون المرضى كان يعانوا من التهابات مزمنة يقف مشروع الأطباء الزوار كسفير للتغيير الإيجابية حيث يتماشى مع احتياجات المرضى هذا المشروع الضخم ركيزة أساسية في بناء أنظمة الرعاية الصحية المتطورة جدد اليوم الدعوة لجميع المواطنين للتسجيل في هذا البرنامج في حار رغبتهم في التسجيل فيه اللي عنده يريد أن يقابل أي طبيب زائر أو عنده بعض الاحتياجات اللي يحتاج فيها خبرات خارجية يسجل عن طريق موقع سهل وكويت صحة الهدف الأول هو توفير أفضل خدمات وأأمن الخدمات لمرضانيا بالإضافة إلى أن يكون هناك تبادل خبرات بين الطاقم الطبي في مستشفى الجهرة والطباء الزوار وهذا طبعا بالنهاية كلها يهدف إلى تحسين بيئة العمل تقديم الخدمات متكاملة الحالات المستعصية الحالات الصعبة اللي يصعب علاجها ممكن أن نستخدم طبيب مميز متخصص بهذه الحالة ونجيب عندهم سهل جهرة طوافق مذهل بين الخبرات والمهارات اختفت الحدود وتلاشت أمام وحدة الغرض لتحقيق التعافي إلى الأجساد المتعبة والقلوب المنهكة لما أبو علاوي تلفزيون دولة الكويت ترجمة نانسي قنقر